وشدد وزير الخارجية البريطانية جيمس كلارلي في تصريح لشبكة اسكاينيوز البريطانية على ضرورة العمل مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك مشيرا إلى أن الظروف الحالية التي يمر بها العالم والبلاد لا تسمح بزيادة الانقسام تشهد بريطانيا أحداثا دولية وتحديات داخلية يجب أن نركز على التجاوب معها كما يجب علينا العمل من أجل الشعب البريطاني والحفاظ على استقرار أسواقنا ومساعدة أصدقائنا في أوكرانيا وبالتالي علينا العمل مع رئيس الوزراء إنه واجبنا لسنا في موقع يسمح لنا بزيادة الانقسام وأنا موقن من أن سوناك سيعمل على الاستجابة لمتطلبات الشعب البريطاني